أقول محمد إنه لم يجد سبيلا لإنقاذ أخيه الذي يعاني من أزمة قلبية سوى اللجوء إلى مركز الناصرية الحكومي لأمراض القلب حيث أجريت له عملية جراحية مجانية تكللت بالنجاح جئنا هنا للمستشفى سوى لقصطرة مع القلب بعدين صارت من جلطة قلبية إلى جلطة دماغية والحمد لله والشكر يعني وصل الموت هو يدخل للعاش والإجراءات هم قالوا قالوا سوى لقصطرة ووقف عند شريان ويعد مركز الناصرية لأمراض القلب المركز التخصصي الوحيد في المنطقة الجنوبية ويعالج فيه مرضى من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كردستان بيد أنه يشكو قلة الدعم الحكومي رغم نجاحه بإجراء عمليات جراحية نادرة الأموال المخصصة خاصة في هذه السنة حقيقة قليلة وهذا بسبب أنه عدم إقرار الموازنة ونعمل حسب نظام 1 على 12 الأموال المتوفرة قليلة لأننا نحتاج الأموال في مجالات متعددة نحتاجها في شراء المستلزمات الطبية في الأدوية نحتاجها في البنى التحتية في صيانة الأجهزة من جانبها قالت دائرة صحة ذيقار أنها تخصص شهريا ما لا يقل عن 250 مليون دينار كنفقات طارئة للمركز رغم تأثير هذه المدفوعات على باقي المفاصل الطبية في المحافظة مؤكدة مخاطبة عدة جهات رسمية ومجتمعية لتقديم الدعم للمركز ديمومة مركز القلب ولكن مع كل هذا استمرنا بدعم المركز بالأموال المتاحة لدينا وتقريبا ندعم مركز القلب شهريا ب250 مليون من أجل إدامة العمل ولكن هذه الأموال هي مثل ما قلت لك هي تأثر على المصرفات الفعلية للدائر وعلى بقية القطاعات وأعلن مركز القلب في ديقارة مؤخرا أنه أجرى منذ بداية العام الحالي أكثر من 400 عملية جراحية بجهود ذاتية حسب ما ذكرته إدارة المركز وتعاني المؤسسات الصحية في ديقار من نقص التمويل الحكومي لا سيما التخصصية منها في وقت تشهد فيه المحافظة ارتفاع أعداد المؤسسات الصحية الخاصة علي العتابي الحراء ديقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر